في نقطة مهمة جدا لازم احنا نفهمها اول حاجة وهي مين هو مصدر الثقة والامان في حياتي طبعا هذا سؤال كتير كتير يعني كتير مهم اللي هو مين المصدر بس عاوز يعني بعد هاي الفكرة تحكي لنا عنها اللي عاوز اقول انه فعلا في ناس عم بتبرر بعض الامور انه اذا الله اللي بيعمل هذا الشيء فانا بستسلم لارادة الله سواء كانت سلبية او ايجابية واحنا بنعرف من كلمة الله انه الله اللي بيقود حياتي فاذا ارادته هي ارادة ايجابية تجاه الانسان فخلين ارجع للسؤال اللي انت طرحتي طيب هل فعلا هو المصدر مصدر الثقة هو مصدر الثقة طبعا وهو مصدر الامان وهو افكار وتجاهي افكار خير ليه الناس بتتحطف الموقف الحقيقي تكلمت عنه ليه الناس بتقول ربنا لو هو بيقود حياتي بشيء سلبي انا هستسلم ليه هل ممكن الله يقود حياتي بشيء سلبي المسيحة ما جيه يتكلم في انجيل يحنى اصحاح العاشر عدد 27-28 بيكلم بيقول خرافي تسمع صوتي وتتبعني وانا اعرفها فتتبعني وانا اعطيها حياة ابدية ولن تهلك الى الابد ولن يخطفها احد فبالتالي انا في ايد ربنا محدش يقدر يخطفني منه انا بسمع صوته باتبعه ربنا اما انا باتبعه هو بيديني حياة بدية وبيحفظني في ايده فبالتالي انا في امان في العلاقة معاه موسيقى موسيقى